رئيس عبدالفتاح السيسي آمن نهاردة بجولة تفقدية لمحور الروض الفرج ومطار سفينكس الدولي غرب القاهرة محور الروض الفرج بيعتبر بحسب بيان الرئاسة أحد أهم محاور التنمية في منطقة القاهرة الكبرى وبيربط مناطق شمال وشرق القاهرة بمناطق غرب القاهرة رئيس طلع على أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المحور والتي تم الانتهاء من 85% منها حتى الآن وتفقد أيضا مطار سفينكس الدولي غرب القاهرة والتي تم الانتهاء من أعماله التنفيذية ليستوعب 300 راكب في الساعة بهدف تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي ومناطق قلب القاهرة الرئيس أشاد بجهود العاملين في المشروعات وطلبهم بإنهاء التنفيذ في الإطار الزمني المحدد